مرحبا جميعا معكم خالد وأهلا بكم بحلقة جديدة على قناة المعرفة العربية لتعلم السويدية درس اليوم هو عن تكلم اللغة السويدية العامية ولكن هو كمان بالحية أكثر من هك هو كيف تحكو السويدية بشكل أسرع وقريب أكثر للحية السويدية لما نستخدمها درس اليوم هو لحكون مؤسم لعدة أقسام أول قسم هو متعلق بالسلانك لحعطيكم جمل وكلمات متعلقة ب كيف تحكو السويدية العامية لكن بعدما نخلص من هدول الجمل والكلمات نحن نتقل فورا للفقرات المهمة كيف يكون عن جد تحكو بطريقة شارع أكثر خلينا نبدأ بالجمل والكلمات أول جملة اليوم هي شو شو الأخبار أو شو شو عم يصير بالسويدي بتقول شو فيهندر شو بالسويدي هي نفسها بالعربي هنأ أخذينا من العربي فنفسها بعدين عنا الجملة الثانية اللي هي يعني أنا عم ارتاح يعني ما عم بعمل شي تشيلر جاي من الإنجليزي طبعا أنه ما عم بعمل شي بعدين إذا تكن تسألوا الأحوال أنه كيف الأحوال العادة اللي احنا منقول مثلا بالسويدي يعني يعني كيف عم تشعر أنت بس إذا تكن تقولوا كيف الحال شو الأخبار بطريقة طبيعية أكثر في وقتها فيكن تقولوا كيف الأحوال هلكل شي تمام فيكن كمان تقولوا مثلا هور ستور داتيل يعني كيف الحالة معك هور ستور داتيل كمان ففيكن تستخدموا أي واحدة من بينتهم هدول أكثر أفضل من هور موردو يعني شو اللي عم يصير كمان طريقة ثالثة لسألوا أنه الواحد شو عم يعمل بعدين في كلمة كتير من اسمعي اللي هي بروشان يعني أخي هي أنتوا مو بتقولوا بس لأخوكم حرفيا كمان فيكن تقولوا لصديقهم المقرب بروشان من اسمعها كتير بعدين في عنا باكسا يعني يسرق بعدين عنا ليرة يعني يلعب مثل ليكا بعدين فيه لك يعني غاضب مثلا أنا فيني يقول يعني أنا غاضب منك يعني يغادر مثلا إذا عم تحكموا أحدا بتكون تقولوا تريك الغرفف يكون تقولوا يعني غادر من هون بعدين عنا شطة يعني يحرط أنه عم يشتغل كتير لما نقول إنه شطة يعني إنه عم يحرط عم يشتغل كتير طول الوقت بعدين عنا بولار يعني صديق مثل كومبس أو فان بعدين عنا سوشة سوشة يعني إن الواحد يرسل مصاري عن طريقة تطبيق السوش فمثلا ممكن صديق لعنكم يجيوا يقول لكم هاي كندو سوشة مع هندرة كرون بعدين في هينغة يعني إنه نطلع سويا أو إنه يرافق مع حدا نطلع نشرب شيء شغلة مثلا هلا خلاص من الكلمات والجمال المتعلقين بلغة الشارع تعلمنا شوي منهن هلا حان وقت لحتى نتقل الفقرة الثانية اللي هي بتتعلق بالديت والدن لأ لكم اللي لسا عم يخربتوا بهدول الاثنين فهلا عندي لكم حلة فيكن تستعملوها بس كمان هلا بنا نشوف كيف نحن فينا نلفظهن بطريقة أحسن لحتى نحكي سويدي أسرع مثلا خلين نطلع على الجملة التالية ملاحظين كيف اللفظ صاير ملاحظين كمان كيف إنه ما في أبدا حدا بيلفظها بهذه الطريقة بس بالمدرسة اللي حن ننفظها هيك الحقيقة اللي حن ننفظها هيك لما نحكيه بشكل طبيعي بحضين كيف فرق كبير بين دية أر و دية فحاولوا إنكم لا تلفظوا التية وحاولوا إنكم لا تلفظوا الار آخر شي فبتصير دية والدية كالتي دوغ البي ستصر اوك هو فتصر البي ستصر الجمال الفرعية وهو فتصر الجمال الرئيسية دارسينهم من قبل بس دي ركز عليهم شوي هلا أكثر مثلا خيانا تخيلهم مثل قطع بزل خيانا تخيل إنه الجملة هي مثل قطع بزل يسكا أنت أكبوا سمستر أنا ما لح روح بسمستر ما لح روح بعطلة أفتشهم لأنه أنا لازم أدرس الآن هون أول جزء من الجملة هو هذا الهوفيتساتس الجملة الرئيسية ليس جملة الرئيسية؟ لأنه إذا أنا قمت هي قطعة البزل وحطيتها لحالها ففيها هي توقف لحالها بس أفتشهم ويوق مستسديرة هدول قطعتين للبزل أنا بالجملة بكل بساطة ما فيني إيمهم وحطهم لحالهم لازم يكونوا موصولين بالجملة الرئيسية هذا شيء كتير ضروري أنه الجملة الرئيسية فيها توقف لحالها الجملة الفرعية ما فيها توقف لحالها هدول اللي أنتو هون شايفين هون البزلتين هون هدول الجملة الفرعية أنا شو عرفني عن هدول جملة الفرعية؟ لأنه بكل بساطة الجملة الفرعية بتبلش بنفس الطريقة تستعمل نفس الكلمات افتشهم دار فرات نار صوم وإلى آخره عندي درس الألون كامل موجود بالطحليقات أسفل هذا الفيديو بس اللي بدي ركز عليه هلأ أن هدول اسمهم بيستسين ليدره هدول حفظ وهدول يستخدموا كمان بالطريقة الثانية أنه لحنا فينا نبدل قطع البزل يعني أنه صح أنه لازم دائما يكون معنا جملة رئيسية بس احنا فينا نحط آخر شيء لما نعمل هذا الشيء في وقتها لازم نبدل ترتيب البزل لهالطريقة افتشهم ياج مستشديرCE فأنا ما لحروح على السمستر لأنه أنا لازم أدرس لأنه أنا لازم أدرس فأنا ما لحروح بي عطلي أو أنا ما لحروح عطلي شي كتير مهم هلأ هون اختلف أنتوا بكن تنتبهوا عليه الفرق بين هاي جملة وهاي جملة هون أنا قلت فأنا قلت فشي كتير مهم لما تبلشوا بالجملة الرئيسية فبتقولوا يوغ سكا وبعدين بتكملوا بس إذا بتكون تحطوا الجملة الرئيسية بآخر قطعة البازل مثل ما نحن هلأ هيك شايفين فوقتها الفعل اللي حياخد مكان الفاعل بتبدلوا سكا بيوغ بس لأ لحتى نحن نصير نحكي سويدي عامي أكثر وأفضل ففيكن تحطوا السوء بين قطعتين البازل طبعا يوغ ومصة ستوديرة أوكسكا يوغ فما تحطوا السوء هو نوقتها أنتو تماما اللي حتفهموا ليش السويدين أو الناس بتحتي سويدي منيح بيستخدموا كتير السوء لأن السوء هي عبارة عن هيئة طعة البازل للزيادة اللي هي أبدا ما إلا معنى ولا إلا فائدة باللغة السويدية بس هي بتنحط لحتى تسرع من الكلام إفتشم يوغ مستستديرة سو سكا يوغ إنتي أكا بسمستر لأن لما حطيت سوء فما اضطرت أن يوقف بعد كلمة استديرة لما دي أصير لأخير نشوف مثال تاني فيستنده همme هيل داكن نر فيوار خوكا دالينا لحنا بالبيت طول اليوم لما لحنا كنا مريضين لذي ألعب للجملة فهي لتصير نر فيوار خوكا سو استنده همme هيل داكن لما لحنا كنا مريضين فضلينا لحنا بالبيت طول اليوم نفس الشي حاطينا استنده الفعل بدال في يعني نحن بس بدلنا هن هن وعندن حطينا هن السوء ممكن تسألوني إنه لحنا من الأصل ليش عملنا هذا الشيء وليش بدنا نقضع البوزر بهذه الطريقة من بكل بساطة اللغة في عدة طرق لحتى الواحد يعبر عن الشيء اللي هو بدأ يحكيه الآن منصلى الفقر الرابع اللي هي العلاقة بأط وقوة لما بتكون تحكوا أط بشكل سريع في وقتها ما في دعاية تقولوا أط وقوة بس قوة مثلا كتير فرق كبير بين لما تقولوا داكز أط أوكا تليوبت كتير بتبين إنه لغة سويدية مو عامية بس لما تقولوا داكز أط أوكا تليوبت بدال أط بتحطوا أط ففيكم كمان هي تستخدموا بقلب الموبايلات إذا أنتم مثلا عم تكتبوا تقولوا داكز أط أوكا تليوبت حان الوقت لحتى أنا روح أشغل حان الوقت للفقرة الخامسة والأخيرة اللي هي العلاقة بأونغدوم سبروك لغة المراهقين اللي احنا فينا نقول هاي اللي حكونا فيه إلى درس خصوصي لحالة أنا هلأ بس حابب أني ورجيكم لمحة عنها لأنه بهذه اللمحة عن جد كثير لستستفيدوا ولحتشوفوا أنه ليشي كل سويدي أحيانا يستخدم بطريقة غريبة اللي احنا لدينا هون جملتين التنتين نفس الشيء أول واحدة مكتوبة بالسويدي عادي تاني واحدة مكتوبة بالسويدي العامي إموشا مستدى يعقب بسا متى انقفار ان منوت اكفار ان منوت في هذا الصباح إموشا راح عليي أنا الباس بتقريبا دقيقة واحدة وكنت مضطر اكفار انه أنا أخذ القطار ات اكفار ان منوت الآن مثلا مراهق ليحكي لي نفس الجملة بطريقة طبيعية أكتر فهو مثلا ممكن يقول أصوي موشا مستدى يعقب بسا متى من منوت أصوي موشا 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 يعني هلا لما هو حكاها لهذه الجملة ساحد أحكاها فهو حتكون كتير صعب ان الواحد يفهم اذا هو يفهم الجملة الأولى بس ما يفهم الجملة الثانية فخلينا نفهم هذا الشيء اللي صار كلمة أصوة هي اختصار لكلمة ألتصوة وألتصوة بتعني بكلمات أخرى أو كمان بتعني يعني تعرفوا لما أحدا اللي احنا مثلا ما يحكي عنا بسوريا مثلا بيقولوا كتير كلمة يعني بأول الجملة يعني هيك بيضلوا بيقولوا فكمان من السويدية بيقولوا كلمة أصوة بنفس الطريقة موشا مثل ما هي نزلت لتحت بعدين ميسا هون جاي ميسا ذا بالماضي هون ميسا انفينيتيف بس ليش هذا الشي صار بالحقيقة هي الساعة الماضي بس هن بيختاروا انهم يحسفوا بيختاروا انهم يحسفوا الزمن فلما تكون تحكوا أكتر ب لهجة المراهقين فمعد في داعي تحولوا الزمن شغلة شوي صار غريصة بعد ما الواحد أخذ كتير وقت لا يتعلم انه يحول الزمن بعدين كل شي نفس الشي بس تقريبا ما بيستعملوا كتير لما بدني يحكوا بيقولوا لما بدني يحكوا تيب كتير بيستعملوا تيب يعني بتعني انه تقريبا او يعني هيك هيك يعني تيب يعني تقريبا دقيقة وكنت انا مجبور علي وكنت انا مجبور علي اني انا اخذ القطار لا هون اذا بنطلع احيانا اوك مثل ما هي نزل لتاحت بس احيانا حتى الاوك بيختصروا وبيقولوا بس حتى بيقولوا بهاي الطريقة بعدين في عنا فار بتنزل لتاحت بس كمان من ايميل الزمن عليها بتصير كمان مصدر بعدين عنا هون ات ات مثل ما حكينا بالفقر الرابع بتصير اوه لما بدنا نحكي لحنا بسرعة فاتفونغن ات اوكاتوغ فاتفونغن اوكاتوغ فمثل ما بتشوفوا لما الواحد بيقعد بيحكي بهدول الهجتين المختلفين كثير في فرق كثير كبير بيناتهم فالتاني ما احتفهمه مية لمية حتى عامل هاداك الدرس عنه ونحل تماما كيف الناس بتحكي به اللغة او لهجة المراهقين شكرا كثير على مشاهدة حلقة ثانية على قناة المعرفة العربية لتعلم للسويدية لا تنسوا انكم تشتركوا بالضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك باللون الاحمر اسفل هذا الفيديو او عن طريق الضغط على منتصف الشاشة لا تنسوا انكم تتبعوا القناة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لكلمات يومية ضغطوا على اليسار لتشوفوا اخر درس منزله وعليمين لا درس عشوائي